تبددت أحلام الليبيين بيوم الاقتراع التاريخي بعد أن قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيلها شهرا إذ نظم عدد من الرافضين للقرار تظاهرة أمام مقر مجلس النواب في طبرق بالتزامن مع انعقاد جلسة للاستماع إلى تقرير لجنة التواصل مع المفوضية وتناقش الجلسة سبل الدعم من أجل الوفاء بالاستحقاق الوطني ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعرق التي واجهتها وفقاً لما أفاد به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليح وبدوره رئيس المجلس الأعلى للدولة فيليبيا خالد المشري حمل مجلس النواب والمفوضية إلى جانب القضاء المسئولية عن فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها والذي كان مقرراً في الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول الجاري ويعتبر خالد المشري أن هناك خيارين بشأن الانتخابات الأول يتمثل بالتوجه إلى المجتمع الدولي عبر البعثة الأمامية لإجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز الثلاثين من يونيو حزيران المقبل وهو موعد نهاية خارطة الطريق وأيضاً عدم تعديل السلطة التنفيذية الحالية أما الخيار الثاني فيرى رئيس المجلس الأعلى أن على عدد من القوى السياسية المحلية ومن بينها مجلس النواب التوجه إلى تعديل السلطة التنفيذية وإطالة الفترة الحالية لفتح المصاري الدستوري وتعديل القوانين بالإضافة إلى الذهاب لانتخابات في فترة لا تتجاوز مدة عام واحد أما المستشرة الأممية ستيفاني ويليامز ألغت اجتماعاً افتراضياً كان من المقرر أن يجمعها بأعضاء ملتقى الحوار السياسي دون أن تحدد موعداً آخر ويبدو أن ليبيا وصلت إلى مفترق طرق واستحتقان سياسي وشعبي